موهم و موصد صعب نتمنى أن نستقبل في المباراة كما ترى ، نحن محابوفاً بادري خمس عام و مركزة جداً الكوتش أخذة كل اللعيب نحن نتعرض قوية ونحن رايحين عائلة وإن شاء الله بإذن الله نركز أكتر هناك ونستعد أكتر ونحاول ندرس الفرقة اللي قدام ده أكتر وفرقة صعبة بس إن شاء الله بإذن الله إحنا أدها وبإذن الله يعني بإذن واحد أحد هنرجع بالكاس إن شاء الله أنا كمحمد شايف المتشاط دي كانت مهمة جداً يعني استعدادنا بتحيقنا لماتش الرجاء المشاء الله اللعيبة كلها عدت بصورة كويسة جداً ما كنتش متخيل إن المشاء الله اللي ما بيلعبوش ماتشات كتير أو كده يبقوا وقفين على الرجلهم بالشكل ده المشاء الله اللعيبة كلها عدت بشكل كويس وكاد بصورة كويسة تليق بإسمهم وتليق بإسم الشرت اللي إحنا لابسينه وبالنسبة للناس اللي ممكن تلعب بعد وجهة نظر الكوتش وكلنا بنحترمها وكلنا بنقدارها وبنحاول على قد ما نقدر ننفذ تعليماته وبنحاول على قد ما نقدر نشتغل على نفسنا أكتر بكتير جوه الملعب وبرا الملعب فإحنا كلنا قدينا بشكل كويس للعب واللي ما لعبش وإن شاء الله بإذن الله أي 11 هينزلوا الملعب ما عندناش غير هدف واحد بإذن لواحد أحد إن شاء الله نرجع بالكاس وإن شاء الله نفرح أجمهورنا وإن شاء الله نفرح إدارتنا اللي دايماً وقفة في ظهرنا بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نبقى يعني واجهة مشرفة ليهم بس يعني نبقى قد المسئولية اللي هما بيتدوها لنا نديننا كل حاجة بيتدونا كل كل الفرص بيتدونا كل كل حاجة ممكن تتخيلها لأي لعب ما بيبقاش ناقصنا حاجة غير يعني هو بيحطنا تحت العمر الواقع اللي هو أنت هتلينا بطولة فإحنا بنحاول على قد ما نقدر نشتغل ونحاول على قد ما نقدر نسعى نحن ناخد البطولة أي بطولة إن شاء الله بإذن الله نخشها بإذن الله هتبقى في الجزيرة ونتمنى نكون عند حسن ظن الإدارة وعند حسن ظن جمهورنا إن شاء الله والله بجد مش كلام في التلفزيون ولا كلام على قناتنا عشان على قناتنا بس بجد بجد ما شفتش جمهور كده في حياتي ما شفتش أنا مش قادرة أوصف لك المواقف اللي أنا بتعرض لها في الشارع عاملة إزاي مش مصدق يعني على مضى يعني على مضر على مضر تاريخ العيبة لما بجأ أقابل حد في الشارع بلاقي كمية حب غير طبيعية يعني ممكن مش قادرة أوصف لك ممكن السايس في الشارع يعني بيعملني بطريقة غير أي حد ما شاء الله بجد جمهورنا أعزم بجد جمهور أعزم جوره في العالم بالنسبالك يا محمد بجد لأن أنا مريت بمواقف صعب إنها تتحكي وصعب إنها تتوسف بالكلام صدقني بجد الجمهور ما يتوسفش والله يعني الكلام عمرو ما يتوسف فيه والله بجد ربنا يخليه لنا ويا رب دايما نبقوا في ظهرينا كده دايما ويا رب دايما نبقى يعني عند حصن زنهم فينا وإن شاء الله بإذن الله نحاول نفرحهم بالسوبر وإن شاء الله نحاول نفرحهم بأفريقيا تالت ورابع وخامس وعاشر وبإذن الله نحاول نتديكم ولو جزء بسيط بس من اللي انتو بتعملو معنا لأن انتو تستهلوا بجد والله يكون لخير بجد